أحمد عبده عوض ولد في 8 نوفمبر 1963 هو داعية إسلامي وأستاذ جامعي ومقدم برامج تلفزيونية نصري متزوج وله ولد وابنتان وإقامته بين القاهرة ومنزله بكفر الشيف حياته ونشأته ولد بقرية دقمير محافظة كفر الشيف واشتهر ببرنامج لقاء الإيمان الذي كان يذع عام 2002 على القناة السادسة المصرية حصل على الماجستير والدكتورات في الدراسات اللغوية والإسلامية من عام 1985 إلى عام 1992 وعمل معيدا ومدرسا مساعدا ثم مدرسا ثم أستاذا بالجامعة ذاتها أشرف على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتورات داخل مصر وخارجها عمل أستاذا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة من 1995 إلى 2000 وأثناء ذلك كانت له برامج دينية ثانية في إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة ومشاركات في الصحف السعودية ومحاضرات في نادي مكة الثقف الأدبي مسيرته يعمل أستاذ بكلية التربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة طنطا مذيع برامج برنامج لقاء الإيمان في القناة السادسة على مدى عدة أعوام بدءا من سنة 2002 على الهواء مباشرة برنامج أسرار وأنوار قناة المحور الفضائية 2004 برنامج فاذكروني أذكركم القناتان الأولى والثانية من 2003 مترا إلى 2004 مترا برنامج في رحاب القرآن قناة السفر العربي الفضائية المصرية 2005 برنامج في نور الأحاديث القدسية الفضائية المصرية 2005 قناة التنوير جنود الله 2005 برنامج مفاهيم إيمانية الفضائية السودانية 2005 برنامج من آيات الرحمن القناة الثقافية 2004 برنامج بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم إثاعة القرآن الكريم مصر على مدى سنوات عديدة برنامج حديث من القرآن الكريم إثاعة القرآن السعودية برنامج عظماء الإسلام القناة الثالثة من 2000 ما إلى 2004 وبرنامج حديث الجمعة برامج الفتاوى في قنوات اقرأ المحور ريم الثقافية برنامج في نور القرآن الكريم القناة الثانية برنامج المجلة الإسلامية القناة الأولى برنامج مع الله وفضفضة إيمانية في قناة الناس برنامج صباح الإيمان قناة الناس قناة البركة برنامج مساء الإيمان قناة البركة برنامج فهل من مذكر قناة الحافظ برنامج ذلك هدي الله قناة النجاح برنامج فقه المرأة المسلمة القناة الأولى المصرية والثانية برنامج السابقون إلى الله قناة الشباب الدينية برنامج دعاء وشفاء قناة الصحة والجمال برنامج مناجاة قناة الصحة والجمال برنامج المسابقة القرآنية قناة البدر الفضائية برنامج كيف بدى الخلق قناه الفتح الفضائية رمضان 2012 المؤلفات الأدعية الجامعة الأدوية النبوية الجامعة الصيام علو الهمة واستقامة الأمة نورانيات سورة التوبة نورانيات سورة يوسف العقيدة والسلوك والانفصام بينهما النقاء والبقاء حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب خير زاد في صلاح العباد موسوعة أدب الثناء على الله الفرج بعد الشدة التقوى ولا تيأسها من روح الله قضايا البيئة من منظور إسلامي معالم شهر الصيام جميع برامج قناة الفتح